هذا وقال ناطق الرسمي للهيئة العليا المستقل للانتخابات في تونس محمد تليل المنصري الحد أن الهيئة ستشرع في الإعداد للانتخابات الرئاسية لعام 2024 مباشرة بعد استكمال إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وتوقعا إجراء الانتخابات الرئاسية إما في شهر سبتمبر أو في أكتوبر من العام الجاري المسادقة على رزنامة الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ستجرى مباشرة بعد إرساء كل المجلس التابعة للوظيفة التشريعية أي المجلس الوطني للجهات والأقاليم هذه السنة سنة انتخابية بطبيعة الحال والقانون واضح في الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية ولم يقع تلقيحه أو تعديله أو إلغاؤه وهو ساري المفعول بالنسبة للهيئة الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها أي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية